السلام عليكم واسعد الله ومساكم كل خير ومساء الخير ومساء الورد على الجميع ايهلا والله وسهلا فيكم ومن صالة الصبر كار اللي عطريق خريص اليوم بتكون تغطية مميزة على سيارة أنا من عشاء خالصراحة شي من الآخر ما شاء الله تبارك الله تقريبا بس تهدف في التغطية هذه نوع معين من السيارات نوع معين هو وكالة واحدة فاستهدف الاسعار اللي موجودة فيها واغلب المواصفات البسيطة اللي ممكن اذكرها لكم على السريع على كل سيارة موجودة بالتغطية طبعا احنا وين عند السبر كار جم جي اي سي موتر الجميع على طريق خريص جم جي اي سي وبرضو قبل فولكس واجن صالة السبر كار ما شاء الله تبارك الله طبعا متعاملين مع اغلب البنوك في حال لو حبيت تشتري السيارة بنظام الاقصاد تغطية اليوم بتكون على هالشيوخ على هالمزايين هذي باسعارها وتفاصيلها رينجروفر الفين واثنين وعشرين الجديد عندهم اغلب الالوان وبرضو اغلب المواصفات اللي موجودة فيها يعني كمثال هذا اول سيارة موجودة رينجروفر الفين واثنين وعشرين الاتش اس اي لكن اللونغ اللي هو الباب الطويل يجيك الباب الخلفي الطويل اللون الاسود الداخلي تقريبا يعتبر الجملي مثل ما تشوفون شاشات خلفية موجودة فيه ناغي طبعا السيارة ناغي جنوط مقاس الاثنين وعشرين هذي اغلب مواصفات السيارة ثمانية سلندر انا اتوقع بتكون واضحة لكم في التغطية في اليوتيوب بتكون كل المواصفات هذه تقدر تقراها على راحتك كذا اتوقع بتكون ان شاء الله كلها واضحة سعر السيارة مليون ومية وثلاثين الف شامل الضريبة طبعا اي سعر انا اذكر لكم اياه باذن الواحد الاحد اي شخص يجي عن طريقي ويكلمهم يقول لهم انا جايكم من تغطية متعب السعد او من متعب السعد باذن الله راح ينزلولك بالسعر اللي انا حطيته بيسولك خصم باذن الواحد الاحد ما هم قصرين ان شاء الله معاكم لأي سيارة انا بصورها لكم في التغطية هذه فبدينا في الرنج روفر هذا طبعا ناغي نفس ما قلت لكم بمليون ومية وثلاثين اتش اس اي فئة اللونك شاشات خلفية موجود فيه وفيه ما شاء الله كل المواصفات اللي تو صورتها لكم هذا يعتبر اللون الثاني اللون الذهبي برضو اتش اس اي اه لكن الجنوط مقاس 22 الداخلية باللون هذا اللون عشان تشوفون اللون طبعا هذا يعتبر خليجي بدون شاشات طبعا خلفية هذا شكل كامل طبعا هنا عندك هذا اللون اللي ذكرت لكم نيجي لل اللون الثالث كحلي والداخلي العنابي الجديد او الاحمر الجديد من الرنج روفر جنط 22 برضو اتش اس اي ناغي شوفوا هنا اللون توقعنا بيكون واضح لكم بصراحة اللون الكحلي جميل جدا 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 هذا اللون الكحلي اتش اس اي ناغي وهذه مواصفات السيارة ثبت سرعة تنبيه التصادم الفرامل الطوارئ تحديد المسار نقط عمية كل هذه موجودة فيها كاميرات محيطية سعر السيارة بمليون وثمانين الف شامل الضريبة اي سعر موجود وحطيت لكم اياه شامل الضريبة طبعا انا مسيت ان يحط لكم لون ذهبي والمواصفات حقتها هذه مواصفات اللون الذهبي طبعا كلها تمانية سلندر هذه مواصفات الرنج روفر الاتش اس اي الذهبي الخليجي سعره بتسعمية وثمانين الف ريال هذا خليجي طبعا الذهبي الكحلي برضو حطنا لكم سعره بمليون وثمانين الف شامل الضريبة عندهم برضو اللون الاسود لكن الداخلية الاف وايت ما شاء الله طبعا محددي لكم خيارات كثيرة الكحلي طبعا شاشات خلفية نسينا نذكرها لكم وجنط الاثنين وعشرين جنط الاثنين وعشرين شاشات خلفية باللون الاحمر والعنابي الغامق الجديد فجميل جدا اللون الداخلي هنا الاسود والداخلية الاف وايت لكن بدون شاشات جنوط الثلاثة وعشرين حجم الثلاثة وعشرين من اجمل الجنوط الصراحة اللي حاب حابها انا طبعا هذه مواصفات السيارة الفين وثنين وعشرين اتش اس اي وهذه برضو سريعة نظرة سريعة على مواصفات السيارة اللي موجودة هنا برضو بمليون وثمانين الف شامل الضريبة كذا اطناكم كم لون الاسود داخلي الجملي الذهبي داخلي اوف وايت كحلي داخلي العنابي الجديد اسود داخلي الاف وايت نجي هنا للشيخ حقتهم الفرست ادشن هذه الفئة تعتبر اعلى فئة فرست ادشن بلون غريب كأنه رمادي كأنه ما ادري شلون صراحة ما قدر اوصف لكم اللون او ما اعرف بالالوان انا ما ادري شل الالوان صراحة لكن لون غريب جدا الداخلي لون اسود كامل المواصفات طبعا موجودة فيه هذا اصدار اوربي الباقي كلها اللي غطيتها لكم كاملة ناغي مع عدد ذهبي خليجي هنا اوربي الفين اثنين وعشرين وهذه اغلب المواصفات اللي موجودة فيه سعر السيارة مليون ومئتين الف شامل الضريبة هذا الداخلية جاي باللون الاسود طبعا شاشات خلفية موجودة فيه شوف اللون يمكن يبين معاكم الحين كذا بناخذ نظرة برضو على الالوان من الجهة الخلفية هذا الفرست اديشن هذا الاسود هنا الفرست اديشن هذا الاسود داخل الافوايت هنا الكحلي داخل العنابي الجديد وهنا الذهبي الـ الخليجي داخل الافوايت وهنا الاسود والداخل الجملي فئة الباب الطويل برضو ناغي كذا انتهينا من الشيوخ هذه الانج روفر 2022 نجي عند الشيوخ اللي موجودين هنا نفس الشي من نفس الوكالة قلنا لكم بنفس لاند روفر ديفندر طبعا هذا اقوى وافخم لاند روفر موجود ديفندر لانه فئة الثمانية سلندر فموجود عندهم هذا اسود الداخلي برضو اتوقع اسود خلنا نتأكد بس اي مظبوط الداخلي اسود اسود والداخلي اسود الجنوط مثل ما تشوفون رمادية كذا الكلابرات الكلابرات جاي باللون الازرق ثمانية سلندر وحش بما تعنيه الكلمة طرب مكينة قوة شي لا يوصف هنا نوريكم المواصفات اللي موجودة في الفين اثنين وعشرين هذه المواصفات اللي موجودة في ساعة المحرك خمسة لتر عدد لاحظنا خمسمية خمسة سبعين نيوتن خمسمية ومسة سبعين حصان عزمة دوران سبعمية نيوتن متر دفع رباية اكيد كاربون فايبر الرادار هيدرليك كل هذه المواصفات طبعا السيارة موجديدة ماشية ثلاثة وثسعمية هذه مستعملة ماشية ثلاثة وثسعمية سعرها بسبعمية وسبعين الف ريال وبإمكانهم ينقصون لك لو صملت وعزمت وقلت لهم إن شاء الله من طرف متعب ما رح يقصرهم معك فهذه مستعملة ماشية ثلاثة وثسعمية فقط بسبعمية وسبعين الف طبعا مو شامل الضريب لأنه مستعملة ف770 ألف كاش فإذا حبيت وصمالت على السيارة ما رح يقصرهم معك بإذن الله نجي على الفئتين اللي موجودة هنا كلها فئة لاندروفر ديفندر الـ X كل الثنين لكن هنا لون وهناك لون كلها نفس الجنوط بالأسود لمعة هنا لون ذهبي مع الأسود هناك أسود كامل الداخلية كلها نفس الداخلية اللون الجملي مع الأسود كفوا ما شاء الله تبارك الله هذه داخلية السيارة الجملي مع الأسود أنا نوريكم الخلفية لها هنا طبعا الـ X شوفوا الشكومين الجميلة هذا الثمانية سلندر هذه فئة الثمانية سلندر شوفوا الشكومين بس يعني هنا قوة الطرب الصراحة والصوت والهيبة وكل شيء طبعا ما ما عليه قصور هذا 6 سلندر فئة الـ X كامل المواصفات ما شاء الله تبارك الله بل الألوان طبعا تجي كلها فئة المية وعشرة اللي هو الأربع بواب تعتبر فهذه الألوان هنا الأسود أسود والداخلي نفس ما قلنا أسود بجملي نفس الشيء ومعني يمكن ما تحتاجونها كفاءة الطاقة لأنه دفندر ما شاء الله مكينتها كبيرة 11.4 كيلولتر الواحد بتقدير جيد البنزين 95 3 لتر المكينة دفع ربعي مستمر نجيل الأسعار ربعا كلها جديدة ناغي كل الثلاث هذه ناغي كلها كاملة لكن عندك هنا الثمانية سلندر مستعمل ماشي 3900 لكن هنا جديد وهنا جديد كلها ناغي سعر السيارة أو خلنا نعطيكم المواصفات هذا المواصفات مكتوبة هنا إن شاء الله أنها تكون بين لكم بالتغطية سعر ب 680 ألف شامل الضريبة مو هنا نفس السعر بنفس المواصفات كامل كسرنا معاكم بشي كلها المزايين غطينا لكم إياها في صالة السابر كار لاندروفر دفندر فئة الإكس فئة الثمانية سلندر هنا فئة الست سلندر والرنجات اللي موجودة هنا الفرست اديشن الـ HSE كاملة إلى اللونغ ما شاء الله تبارك الله كذا انتهينا من تغطية الرنجات واللاندروفرات الدفندرات من صالة السابر كار راح أحط لكم بالوصف تحت الأرقام التواصل الخاصة فيهم تواصلوا معاهم وقلوا لهم من طرف متعب السعد وبإذن الله ما راح يقصرون معاكم أخوكم متعب السعد لا تنسون دعمكم لي بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لمشاهدة كل جديد في عالم السيارات وبالوصف تحت راح أحط لكم برضو التواصل الاجتماعي الخاص فيني سناب شات تيك توك انستقرام الله يحييكم جميعا كذا انتهينا لنوريكم المزاين الثانين عشان تكون تكفيلا حلوة فمان الله يلا تغطية أخرى إن شاء الله نشوفكم على خير